السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا العزاء بالصف الثامن اليوم رح نشرح وحدة الانشاءات الهندسية طبعا المبادئ الاساسية للانشاءات الهندسية موضوع كتير مهم بيهم المهندسين بيهم النجارين والحددين مصممي الازياء كتير مهن بتحتاج لتصميم لمنتجاتها قبل الانشاء والانتاج في هاي الوحدة رح نتعلم عدة افكار عن الانشاءات الهندسية بداية رح نبدأ بانشاء عامود على مستقيم انشاء عامود على مستقيم فيه له حالتين انشاء عامود على مستقيم من نقطة معلومة عليه يعني يكون عندنا خط مستقيم وتكون نقطة واقعة على هذا المستقيم كيف رح نعمل عامود يقع على هاي النقطة يقع على المستقيم من هاي النقطة اللي واقعة عليه أيضاً الحال الثاني إنشاء عمود على مستقيم من نقطة خارجة عنه أن يكون عندنا مستقيم ونقطة خارجة عن هذا المستقيم كيف رح نسقط عمود على هذا المستقيم من هاي النقطة الخارجة عنه بالحال الأولى أنه يكون عندنا مستقيم ونقطة عليه رح خلينا نشوف مع بعض كيف الطريقة أنه ننشأ عمود بدايةً الأدوات المستخدمة هي المصطرة والفرجار الآن مرسم عندي هذا المستقيم والنقطة اللي واقع عليه خلينا نسميها نون الآن شو بنعمل؟ بدنا نرسم قوس من هاي النقطة يقطع المستقيم في نقطتين مختلفتين كيف يعني؟ بفتح الفرجار فتحة مناسبة بحيء أن أثبت الرأس المدبب على النقطة اللي واقع على المستقيم وأرسم قوس يقطع هذا المستقيم في نقطتين مختلفتين هاي بلاحظ عندي القوس هذا اللي أنا رسمته قطع المستقيم في النقطة هاي خلينا نسميها ألف وقطعه في نقطة تانية خلينا نسميها با الآن لحظوا أنه صار في عنا مستقيم قطعة مستقيم اللي هي ألف ونون بثبت بفتح الفرجار فتحة أكبر من طول ألف نون لاحظوا ألف نون من ألف لنون أنا تجاوزت المسافة بناتهم إذن بفتح فتحة أكبر من ألف نون برسم أعلى المستقيم قوس من النقطة ألف بنفس الفتحة ما بغيرها برسم قوس آخر لكن من النقطة با بقطع القوس اللي رسمته من النقطة ألف قوس من النقطة ألف قوس آخر يقطعه من النقطة با الآن النقطة اللي تقاطع فيها هدول القوسين خلينا نسميها مثلا عين بوصل بين النقطتين عين والنقطة نون اللي واقع على المستقيم بلاقي إنه هاي عامودية على المستقيم إذن القطعة عين نون عامودية على المستقيم في الحالة الثانية إنشاء عامود على المستقيم النقطة خارجة عنه يعني هذا المستقيم والنقطة الخارجة اللي أنا بسميتها ميم نفس الخطوة الأولى اللي اتبعتها به الحالة الأولى بإني أرسم قوس بقطع المستقيم في نقطتين مختلفتين من النقطة هاي الخارجة عنه هاي برسم قوس قطع المستقيم في نقطتين مختلفتين أيضا خلينا نسمي هاي النقطة سين وهاي النقطة صاد الآن بنفس فتحة الفرجار ما بغيرها برسم أقواس من النقاط سين وصاد أقواس متقاطعة ما بغير فتحة الفرجار من النقطة سين برسم قوس لتحت من المستقيم وبرسم قوس آخر بقطع القوس اللي رسمته من النقطة سين الآن بتقاطعوا هدول المستقيمين خلينا نحكي في النقطة هاي بوصل بين النقطتين ميموها وبلاقي إنه هاي ميم أو ميمها عامودي على المستقيم اللي أنا قمت رسمه الآن الفكرة الثانية هي تنصيف قطعة مستقيمة القطعة المستقيمة في إلها بداية وفي إلها نهاية يعني في إلها طول محدود الآن أنا رسمي عندي قطعة مستقيمة مش معروف طولها لو إجينا نقص طولها بلاقي إنه طولها عشرة سانتيمتر إذن هون على جنب خلينا نسجل إنه عشرة سانتيمتر منتصفها هو عبارة عن خمسة سانتيمتر الآن بدنا نتبع خطوات باستخدام المصدرة والفرجات بدنا نشوف إنه رح نرسم نقطة هون تكون هي منتصف هاي القطعة المستقيمة يعني رح نقيس البعد رح يكون نصف العشرة اللي هو خمسة سانتيمتر خلينا نشوف كيف بداية هاي القطعة المستقيمة اللي خلينا على فرض إحنا ما بنعرف طولها بدنا ننصفها باستخدم الفرجار بثبته على الطرف الأول من القطعة المستقيمة بفتح الفرجار فتحاته تجاوز منتصف القطعة المستقيمة بالنظر نظرياً لاحظوا إنه هاد أكبر من النص بالنظر أكبر من النص شو بعمل؟ برسم قوس أعلى القطعة المستقيمة وقوس أسفله بنفس فتحة الفرجار بثبت على الطرف الآخر من القطعة المستقيمة برسم قوس أعلى القطعة المستقيمة بقطع القوس الأول وقوس أسفله بقطع القوس الأول برجع بعيد فتحة الفرجار أكبر من المنتصف بالنظر قوس بالأعلى قوس بالأسفل من الطرف الآخر قوس بالأعلى يقطع وقوس بالأسفل أيضا يقطع يعني هنا القوسين متقاطعين في النقطة خلينا نسميها سين وهنا النقطة التقاطع خلينا نسميها صاد بصل بين هدول النقطتين بلاقي إنه القطع المستقيم اتنصفت عشان أتأكد من حلي المفروض هذا الطول يكون 5 سنتيمتر وهذا الطول 5 سنتيمتر خلينا نشوف إذا واضح معكم إنه فعليا 5 سنتيمتر الفكرة الثالثة الموجودة بوحدتنا تنصيف زاوية مثل ما نصفت قطعها مستقيمة بدي أنصف زاوية إحنا كلياتنا منعرف إنه الزوايا إلها قياس محدد منقيسها باستخدام المنقلة أنا رأي اسمي زاوية ما بعرف قياسها خلينا نشوف شو قياسها باستخدام المنقلة زاويتي هون قياسها 60 درجة 60 درجة منتصفها المفروض يكون 30 درجة خلينا نشوف كيف فعليا رح ننصف هاي الزاوية يطلع معنا قياس كل جزء فيها 30 درجة باستخدام الأدوات المصطرة والفرجار الآن بفتح الفرجار فتحة مناسبة طبعا فتحة مناسبة بإني أنا بشتغل على الزاوية مش خارجها ولا إنه أقل بكتير إن يكون واضح معي برسم قوس بقطع ضلعي الزاوية نحظوا إنه أنا الزاوية عندي الضلع من رأسها بثبت الرأس المدبب للفرجار برسم قوس قطع الضلعين الضلع الأول سين صاد هاي قطعه والضلع الثاني عين صاد قطعه خلينا نسمي هنا النقطة ميم وهون ها تمام بفتحة فرجار أيضا أخرى مناسبة ممكن نخليها مثل ما هي أو نغيرها ما فيه خلاف برسم قوس ومن النقطة اللي قطع فيها القوس الضلع الثاني اللي هي ها برسم قوس آخر بطلاقوا هدول القوسين خلينا نحكي في النقطة ألف الآن بصل بين رأس الزاوية والنقطة طلاق القوسين اللي أنا رسمتهم بوصل بناتهم إلى هذا الجزء من الزاوية بساوي هذا الجزء من الزاوية وبهيك بكونوا تنصف الزاويتين عنا عفون الزاوية القياسها كلها ستين درجة تنصفت لجزئين تلاتين درجة تلاتين درجة وهي خطوات تنصيف زاوية الآن الفكرة الرابعة والأخيرة في وحدتنا هي رسم دائرة داخل مثلث الآن رسم الدائرة بحتاج أني أكون محددة وين المركز رح يقع ومحددة نصف القطر بحيث أني أثبت على المركز وأفتح الفرجار بأد نصف القطر وأرسم طيب الآن أنا بحاجة أني أرسم هاي الدائرة تكون داخل المثلث يعني أنه تكون داخله الدائرة تمس أضلاع المثلث الثلاثة لازم نكون محددين أنه جميع الدائرة داخل المثلث تمس الأضلاع الثلاثة في قاعدة بتحكي أن تلتقي منصفات الزاوية في أي مثلث في نقطة هي مركز الدائرة المرسومة داخله يعني إذا نصفت الزاوية هذول رح كلياتهم يلتقوا في نقطة هي عبارة عن مركز الدائرة اللي رح ترتسم داخل هذا المثلث إذن أنا بقدر أحدد المركز بإني أنصف الزاوية بظل عندي إني أعرف نصف القطر خلينا نشوف الخطوات عشان نرسم هاي الدائرة داخل المثلث بداية أنا بحتاج بإني أنصف زاويتين فقط عشان أعرف المركز خلينا نصف الزاوية با والزاوية جيم بدنا نعيد الخطوات تبع التنصيف زاوية خطوات تنصيف زاوية بتقولنا بفتح الفرجاء فتحة مناسبة بثبت على رأس الزاوية المراد تنصيفها برسم قوس بقطع ضلعيها تمام؟ الآن بثبت على أول نقطة قطعها القوس في هذا الضلع وبرسم قوس وبثبت وبرسم قوس آخر بقطع الآن التقوا في هاي النقطة مو ضروري أنا أمده لنهاية النقطة لاحظوا أنه أنا هون بوصلهم على نفس الاستقامة تمام؟ خلينا نمحي هاي الأشياء عشان تخفف عنا ونعرف إنحدد الآن بدي أنصف الزاوية الثانية اللي هي الزاوية جيم بفتح الفرجاء فتحة مناسبة بثبت عند رأس الزاوية جيم برسم قوس قطع ضلعيها الزاوية من النقطة الأولى برسم قوس ومن النقطة الثانية برسم قوس آخر الآن اخلاقوا في النقطة هيها بوصلها مع رأس الزاوية اللي أنا نصفتها لاحظوا إنه هدولة الخطين اللي نصفوا الزاوية التقوا بهاي النقطة هي هاي اللي بدي إياها اللي هي رح تكون مركز الدائرة اللي أنا حارسمها وراح أمحي كل شي باقي التقت منتصف الزاوية با بنفس خطوات تنصيف الزاوية ومنتصف الزاوية جيم بنفس خطوات تنصيف الزاوية التقوا تنتين في نقطة هاي رح تكون مركز الزاوية فأنا رح أسميها ميم الآن بدي أرجع للفكرة اللي أخذناها بإني أنزل عامود من هاي النقطة الخارجة عن هذا المستقيم لاحظوا أنا نصفت الزاويتين باو جيم بدي أنزل على هذا المستقيم اللي هو باو جيم تنزل عليه عامود من هاي النقطة شو خطوات إنزال عامود؟ بإني من النقطة الخارجة هاي أفتح الفرجار فتحة مناسبة أرسم قوس يقطع المستقيم اللي بدنا ننزل عليه عامود بنفس الفتحة ما بغيرها برسم قوس من أول نقطة قطحها القوس اللي أنا رسمته هون قطع المستقيم باجي وبرسم أيضا قوس آخر قطع الآن بلاحظ إنهم اطلاقوا في هاي النقطة بوسل نقطة الطلاق مع مين هاي رح تكون عامودية هلا أنا هذا الخارج المثلث ما بحتاجه فبمحي أنا بس بدي أوصل لهاي المرحلة بإني نصفت الزاويتين ونقطة الطلاق ثبتها اللي رح تكون المركز وأنزلت عامود من هذا المركز على هاي النقطة الآن هذا العامود رح يكون نصف القطر تبع الدائرة يعني أنا رح أرسم دائرة مركزها مين عرفت مركزها ورح أفتح الفرجار فتح أد نصف القطر اللي هو العامود اللي نزل على هاي آآ الضلع في المثلث اللي هو باجي لاحظوا معي ما ثبت هون هاي فتحت الفرجار فتح أد العامود هات اللي هو حيكون نصف القطر ببدأ أرسم بدائرتي اللي احتيجي داخل المثلث وبهيك بنكون أنهينا جميع الأفكار اللي موجودة بهاي الوحدة وطبعا هاي الوحدة طلاب الأعزاء بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا هي فقط للفائدة وليست للاختبار ويعطيكم ألف عافية دمتم سالمين رمضان كريم عليكم جميعا